اشتركوا في القناة انا مبسوط جدا انه يعني هذه الاجابة على الاسئلة اللي احنا اضفناها هي قديمة ولكن رجعنا كرارناها لاقة استحسان او محبة الجميع او الاشخاص انه اللي احنا حسب يعني دراسة اليوتيوب ما بتعمل انه اللي بتابعوا المقدمة هم اكثر من 30 ل 35% من المتابعين وهي نسبة عالية جدا انه انا اشوف مجموعة عالية من الرقم او الرقم هاد يعني تقريبا احنا بنحكي بثلث اللي بتابعوا الحلقات هدولا اشخاص عندهم شغف انهم يتعلموا او يستفيدوا من المقدمة والاشياء اللي احنا بنشرحها عن علوم او عن كلمات او عن مصطلحات او عن اساليب ان كانت صحيحة او ان كانت خاطئة ومنحب تعليقنا عليها ومنشرحها بطريقة واضحة شكرا للجميع عنا سؤال اول من الاسئلة انه اول اشي انه هل صحيح انه الشمس في اليوم الواحد بتمر كل ساعتين تقريبا على برج يعني انه بتلف الشمس طيلة اليوم على الابراج كلها مش انها بتظلها في برج واحد طي سؤال جميل جدا هذا يعني بدي اشرحه انا بطريقة عشان شوفي شو المقصود منه لانه اذا فيه شخص هو اللي حكي هاي المعلومة هذا شخص يعني حافظ مش فاهم ماشي فانا بدي اشرح لك اياها اول اشي الشمس هي لما تدخل البرج بتظل في البرج نفسه ما بتتحرك هي بتتحرك يعني من شروقها لغروبها بتكون في نفس البرج بتتحرك بتشرق هي والبرج وبتغرب مع نفس البرج ما بتتنقل بالابراج كل ساعتين هو المعلومة هاي الصحيحة اشي الصحيحة انه لما منيجي منقول الطالع اللي هو ساعة الميلاد لما منيجي منحكي لشخص عشان تعرف طالعك بدك تركز على ساعة الميلاد عشان نعرف احنا بالافق يعني مثلا تيجي انت ساعة عشرة لنفترض او ساعة تسعة خلينا عاساس نجيبها احنا هسا مثلا فترة برج الجوزة عند شروق الشمس لما تشرق الشمس بيكون اللي بالافق اول اشي بشرق مع الشمس هو برج الجوزة فعشان هيك اللي بنولده في ساعات الفجر بيكونوا برج جوزة ماشي فلما نيجي نقول احنا مثلا الساعة ثمانية اليوم الان طلعت الخارطة الفلكية صارت الشمس اللي احنا بنسميها طول المحراب او الحرب او طول الرمح او هذي مسماها اللي فترة الضحى اللي بالافق عند الشروق اللي بالشرق اللي هو البرج الثاني وراه اللي هو السرطان فاللي بكون على خط الافق بالشروق اللي هو السرطان هاي ساعة الطالع فعشان هيك نيجي منقول احسب طالعك فبتيجي بعد ساعة ونص ساعتين ساعتين ونص على حسب طول النهار وقصر النهار كل ما مشينا بنهار مثلا كمان ساعتين بصير بالافق مباشرة مكان ما شرقة الشمس هاي بصير البرج اللي ورا اللي هو برج الاسد ولكن الشمس بتظلها موجودة وين بتصير تطلع هي والجوزة مع بعض بالسماء بصيروا للظهر للعصر للغروب بتلف الدورة كامل الفلكية ولكن بالافق بكون في ابراج الثانية بتصير تشرق وتغرب بالغرب اللي هي احنا بنسميها عمود السماء اللي هو اللي بكون وقت الظهيرة شو اللي موجود بالسماء اه وتد الارض اللي هي هاي بناخدها على حسب الاسقاط اللي هو ما بين شروق ايش البرج اللي بشرق وايش البرج اللي بغرب فهيك احنا حددنا ثلاثة تلقائيا بتحدد الرابع اللي هو وتت الارض اللي هو اللي احنا وقفين عليه اللي نقطة اللي احنا بنكون وقفين فيها هاي هي معناها ولكن اللي بيجي بقولك على نظرية الارض المسطحة وانه بتحرك كلها هاي الدائرة بتتحرك مع بعض والشمس مش عارف ايش لا هذا فلك وجداول وحسابات ما في مجال للتلاعب فيها ارجو اني اكون انا وضحت السؤال سؤال ثاني ايش هل او هل انت يعني اللي هي خارطة نفامشة نفامشة هي خريطة فلكية هس هي صحيحة مش صحيحة خلينا نشرحها اول ايش النفامشة هاي اللي هي الخريطة الهندية او الخارطة الفلكية الهندية اللي هي بسموها بعض الفلكيين الهنود دي ناين يعني تسع بليتات او تسع تقاطعات المستطيل لهذا الهندي او مستطيل بتقطع لخطوط بصير فيه تسع مثلثات التسع مثلثات هاي هي الخارطة الفلكية الهندية قديما عند العرب كان اسهل لهم بدل ما يرسموا الدائرة دائرة الفلكية اللي احنا بنشتغل عليها هسه يرسمها بايده يقسمها اتناعشر بليت او اتناعشر مثلث ويوزع الكواكب عليها كان يعملها مربع تربيع مربع هيك وفيها تقسيمات اكسو وتتحول هاي والتين عمل عليها خارطة العربية اللي هي تسع بليتات او هي مش العربية هي كل القدام اشتغلوا عليها لانها كانت اسهل بالرسم الهنود لحد الان نسبة عالية جدا بيشتغلوا بالعلم هو الفلكي الهندي على الديناين اللي هي نفامشا اللي هي اسم الخارطة الفلكية طيب هل هي صحيحة هي صحيحة لانه هذا علم يعني زي ما نيجي نقول احنا الفلك الصيني صحيح الهندي صحيح العربي صحيح الغربي صحيح الروسي صحيح الكلداني صحيح الاشوري صحيح عند الفراعنة صحيح كل علوم الفلك في كل العالم هي علوم فلك صحيحة لكن تختلف فيها مسميات للكواكب هاي او تختلف فيها السرعات او المنازل الدخول والخروج كل دولة يعني على طريقة حسابتها حسبه يعني زي ما احنا نيجي نقول توقيت ميلادي وتوقيت هجري توقيت للاعياد القبطي او التوقيت السرياني هاي اوقات بحسبوا عليها شروق وغروب والتسارع او سرعة للكواكب كل واحد بحسبها بطريقة معينة وبتيجي حسابات ودقيقة هسا في منهم شو بستخدموا بستخدموا الشيء اللي عليه اثارة الجدل بالدين الاسلامي اللي هو النسيء انه عشان يخلي الدورة الفلكية هاي يتلف بلغي سبع ايام من السنة هاي عشان ترجع كل سنوات معينة بلغي عدد ايام معينة عشان يرجع الدورة الفلكية عشان تصير معاه صحيحة بالدين الاسلامي بحسب على حساب بدون ازاحة والدين الميلادي بحسب على حساب تواريخ بدون الغاء معناته هن ادق حسابين هو الحساب العربي لانه بعتمد على القمر وما في الغاء والحساب الميلادي اللي بعتمد على الشمس وما في الغاء حسا بالنسبة للهندي الهنود بيشتغلوا عليه وهم باخدوا بحساب وطريقة تحليلهم للقارطة الفلكية ولكن مش دائما بتصيب معهم لانه برضو احنا بالعلم الغربي برضو في اشياء معينة في مسائل خلافية احنا منختلف مع بعض كفلكيين على اشياء معينة فمنيجي من هاجمها بس ما منلغيها يعني ما منيجي بنقول لك غلط وما تحسب هذا في اشخاص بيجي بقول لك انه الطالع بتغير يعني ابو معشر الفلكي ايجا قال انه الطالع الشخص بتغير كل يعني كل سنة بمشي 11 درجة بتحسبها انت على السنوات بتلاقيها تغيرت وفي فلكيين اخذوا المعلومة هاي وعملوا لها قدسية معينة انه طالعك تغير انا بالنسبة للي طالعك ما تغير وطالعك ما بتغير ليش لانه انت انولدت الساعة تسعة بعد مئة سنة بتصير التسعة لخمسة اسمها واحدة الا ثلث مثلا لا هي تسعة لخمسة بعد الف سنة تسعة لخمسة انت في ساعة ميلادك كان الافق اللي هو الطالع ثابت هو اللي موجود بالافق هذا اللي اثر عليك بتوزيع تلك واكب اللي موجودة بالخارطة الفلكية تبعتك فهسا فعليا انت كل سنة انا معنته طب شو علاقة الحركة الكواكب هاي وتقدمها وتأخرها بطالعي انا فانا اخدت الصفة انه القمر موجود لمفترض في الجوزاء بعد عشر سنوات او اثنى عشر سنة او خمسين سنة بده يبطل القمر كان في الجوزاء لما انولدت لا هو موجود بالجوزاء ففي ناس اخذوها مش لقصد انه يحكي في مسألة خلافية هو اخذ كأنه عنده معلومة جديدة او علم متفرد فيه وبيحاول يقنع الناس فيه على اساس انك انت تيجي طيب انا انا اعرف انا طالعي مثلا الثور ايش صار هسا طالعي فبتروح انت بتدفع له ميتين دولار مثلا او ميت دولار عشان يقولك لا صار هسا طالعك الدلو طيب كيف طالعي الدلو يعني شو صار يعني بنطبق علي مواصفات الدلو او بده تتغير الاحداث معي ما رح تتغير لانه اشي ثابت بما انه احنا منحكي عن علم ثابت معناه اشي ثابت انا ما بغير العلم هاد عشان اتماشى مع رأيك او مع الاشي اللي بناسبك او مع الاشي اللي طلبته عشان انا اقنعك او تقنعني او هذا الكلام هاي النقطة اللي احنا دائما منحكيها العلم الهندي عشان ما نطلعش من الموضوع النقط على موضوع يعني العلم الهندي علم صحيح عند هنود في ناس بيشتغلوا عليه صحيح ولكن ليش العرب راحوا على العلم الهندي لانه بده اشي مميز لانه هو بده يتميز عن المعتاد يعني انا بدي اسوق لا اشي جديد متعودين اظن اقول لكم الاسد 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 طيب طيب انا اذا بدي اجي اقول الاسد معناته انا زي سعيد لا انا بدي اجي اقول اسم البرج الاسم الهندي زي ما بيحكوه الهنود او بالاسم الصيني فانا هيك بصير مميز فبضطروا الناس يجوا علي عشان يعملوا خارطة على الخارطة الجديدة هاي عشان انا احكي لهم توقعات وبده ادخل بالكيتو بالراهو بالمشعارف ايش وبلش اعطي مسميات انا طبعا اللي بسمعها اقول لك واو هذا اشي جديد زي ما قبل فترة طلع واحد برضو وقال لك لا الابراج اتحركت ودخل البرج الافعة في النصف فزاح الابراج هاي والناس صارت تسأل وين هذا طب هذا اللي حكى هذا بالعلم القديم اساسا كانوا حكين فيه يعني هو ما جاب اشي جديد هو مساكل مسألة الخلافية اللي انحطت من بعض الفلكيين وتسكرت في ارضها وانغلقت لانها فاشلة وكذب فهو بده اشي جديد عشان يطلع مميز لانه هو ما بقدر يطلع مميز بالعلم هاد لانه مكشوف ومفضوح في مئة الف واحد بده يتابع او دي يتصل المعلومة اللي هو حكاها وبده يقول له انتي غلطان بكذا او المسألة هاي مسألة خلافية بتغلط في كذا وبتغلط في كذا فهو بقول لك انا ليش هدخل حالي بوجعة الراس بروح بتعلم العلم الصيني او العلم البوذي او العلم الكذا او 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 الى ما نهاية فمنلاقي حالنا انه انت بتسمعوا مسميات المسميات هاي بعض الاشخاص بعرفوا يشتغلوا عليها ولكن اللي بروح بترجمها اذا انت ما بتعرف العلم الهندي وانت اساسا ما درست بالهند وما تتلمذت على ايد فلكي هندي كيف دك تشتغل عليها بترجمه بجوجل قرأت بعض المقالات اخذت مواضيع من عندهم وحكيت فيها مش هيك يعلم الفلك وصلت المعلومة بس على اساس اني انا اجاوب ومنه هين اجاوبنا على اكثر من نقطة مع بعض طيل بالاسئلة لانه فيه بدنا نحكي عن الكسوف فعشان هيك بكتفي بالسؤالين هدول وبكرة ان شاء الله منعوضها على اساس انه بلاش نطيل الحلقة زيادة عن اللزوم طبعا الكسوف الكل بسأل عنه لانه فيه برضو ناس طلعت وقالت الكسوف الحلقي والرعب والدمار والمشعار في ايش وبداية ايش جديد والحدث العالم اللي ما رح يتكرر الا بعد اكم سنة مية ومش عارف ايش لا 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 كله هذا حكي في الهواء علينا نسمع ونشوف ايش بدنا نحكي عن الكسوف هسا بالنسبة للكسوف الكسوف هاد اسمه كسوف حلقي طيب ليش اسمه كسوف حلقي لانها هي ظاهرة مماثلة لها لاي كسوف كلي ولكن الفرق فيها ايش انه هون بصير عنا الكسوف الحلقي هذا بيكون القمر ابعد عن الارض من العادي يعني اذا بنقول انه كان مثلا بعيد 3000 3000 صار بعيد 4000 اوكي وبتكون الارض او بتكون الارض اقرب للشمس من العادي فشو بيبين لما بصفن اثنين جنب بعد بصير عنا اللي بيغطي اصغر من الشمس يعني القمر اصغر من الشمس فبيبين شعاع الشمس اكبر يعني قرص الشمس اكبر فبيبين زي حلقة رنج بسموها اللي هي زي الخاتم فعشان هيك بسموه الكسوف الحلقي ماشي عشان اشرح الكوية ببساطة عشان تفهموها هاي بتصير كل سنة كل سنتين كل اربعة بعد مرات بصير الكسوف الحلقي بعد مرات بصير كسوف جزء حلقي يعني ما بصير بالكامل للسنة هاي بدو يصير كسوف حلقي في برج الجوزة وصلت هاي وحدة طيب الان الكسوف هذا امتى بدو يصير بدو يصير يوم الخميس يوم عشرة يونيون حزيران ناشي يونيون حزيران عشرة يونيون حزيران يوم الخميس طيب هذا الكسوف رح يصير كامل يعني تغلط مرحلة الكسوف الكامل الساعة عشرة واثنين وخمسين دقيقة بتوقيت جرينش يعني بتوقيت الاردن الساعة منزيد ثلاث ساعات الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة طيب بالنسبة اننا احنا في الاردن او في الشرق الاوسط او في المنطقة العربي رح نشوفه هو رح يكون مشاهد اللي بدهم نشوف الكسوف حتى جزء احنا ما رح نشوف شوف الضج انتوا عايش وهو احنا مش رح نشوف اساسا هو رح ينشاف في شرق روسيا في المحيط المتجمد الشمالي غرب كندا بس شرق الولايات المتحدة الاشخاص اللي في الولايات المتحدة عفوا شمال شرق الولايات المتحدة اوروبا معظم روسيا رح يشوفوه ولكن في منطقتنا العربية ما رح ينشاف نهائيا طيب ايش تأثير الفلك من الكسوف او ايش هو الكسوف تأثير الفلك علينا احنا كاشخاص شو بيأثر هسا الكسوف هو امر سلبي هذه الفترة ما بدخل اول عشريتين بيعمل تأثيرات هاي بما انه رح يكون على درجة معينة تأثيره اللي بخوف او القوي جدا رح يكون على موليد تسعة وعشرة وحدعش ستة ماشي لانه هو رح يكون على درجتهم فتسعة وعشرة وحدعش ستة من اي سنة هادو اللي بدهم يديروا بالهم اكثر اشي من الكسوف طيب هسا في فترة الكسوف هاد بتأثر او بنال الضغط علينا من قوتنا الشخصية بنفقد السيطرة على عواطفنا بنشوف حتى المخلوقات الطيور بتبطل الها بوصلة في التحرك السمك في البحر بيفقد اتجاهاته بصير فيه نوع من انواع البلبلة ماشي هذا واحد في هاي الفترات احنا منقول يفضل الامتناع عن اتمام وقرار هام والابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء حاجيات ثمينة لانه بالفترة هاي بتكون ضاغطة فالامور اللي زي هيك بيكون عرضة لانها تكون مش الايجابية او يكون فيها خلل او تكون مصلحتنا مش فيها او ننخدع فيها او ننغش فيها او تكون منتحسة يعني وجه مش منيح كطاقة علينا فعشان هيك منقول امتنعوا عن هاي الاشياء ثلاث ايام قبل ثلاث ايام بعد بعدين اعمل اللي بدك هي في هاي الفترة برضو فترة الكسوف بنصبح اكثر عرضة للمرض عشان هيك علينا تجنب اجراء عمليات جراحية لانه في فترة الكسوف وهي ولادة قمر معناته اللي بده يصير جزر فبصير نوع من انواع فقر الدم او اقل في عملية الدم او ضغط على الاورد الدموية او على القلب نفسه عشان هيك منقول تجنب اجراء عمليات جراحية الحذر اكثر والكحوليات لانه احنا منكون اساسا مع التركيز فكيف بدنا ناخذ كمان اشياء بتخلينا نفقد التركيز ففترة الكسوف هي غير مناسبة برضو كمان للمنافسات والمباريات الرياضية بزول تأثيرها بعد ثلاث ايام خلص بتنتهي هسا هي الصعوبة في الامر بالكسوف هذا ليش هم ركزوا على الكسوف ولكن نسوا يعني يوم 11 الشهر بدو يصير انتقال المريخ شوفوا انت الموضوع موضوع مش بس الكسوف هو انتقال المريخ اللي بدو ينتقل لبرج الاسد برج ناري وهو كوكب الو علاقة بالنار فبما انه بدو ينتقل معناته الاثار الجانبية العنيف اللي رح تصير هي من المريخ مضاف الها الكسوف فعشان هيك التأثيرات تيجي مضاعفة من المريخ فخطر الحرائق التفجيرات العنف التهديد في مناطق المحتدمة اللي فيها نوع من انواع النزاعات المسلحة الاشياء هاي بتزيد بالفترة القادمة وبصير في اشياء ملموسة اغتيالات تفجيرات اعمال العنف ارهاب الحرائق ارتفاع درجات الحرارة اي شيء له علاقة بالنار كمان ماشي طيب احنا كاشخاص ابرج ايش بيأثر علينا خلينا نشوف برج الحمل اول اشي برج الحمل بدهم يديروا بالهم وهم بسوقوا سيارات داخل المدن علاقتهم ما بينهم وبين الاخوة تحديدا اذا كان عندهم امتحانات بدهم يركز مزبوط ما يعتمدوا على الحظ نهائيا لانه تشتو الذهن معناته ممكن في الامتحانات يصير عندهم اشياء لها علاقة بعدم التركيز اثناء تأدية الامتحانات وخصوصا اللي في المدارس المرحلة المدرسية هاي واحد طيب كمان ديروا بالكم من العصبية لانه الفترة هاي اوج العصبية بتصير عندكم لدرجة انه ممكن يطلع منكم كلام جارح يأذي اي شخص طيب موليد برج الثور بركز على الناحية المالية بدو كديروا بالكم من المصاريف من الالتزامات فقدان الاموال سرقة الاموال من المحتالين المصابين اي شيء له علاقة بالمال حتى الدفعات حتى الفوتير حتى الامور هاي بدكو تنتبهوا على الامور المالية بالفترة هاي موليد برج الجوزاء هدول اكثر ناس لانه عندهم وتحديدا زي ما حكينا موليد تسعة عشرة احدى عش ستة من اي سنة بدهم يديروا بالهم بدهم يحافظوا على سمعتهم بدهم يحافظوا على اتزانهم يبعدوا عن العصبية حاولوا يحافظوا على اعمالهم الاعمال اللي بيشتغلوا فيها ينتظموا فيها يخلوها بوقتها على اساس انه ما يصير فيه اي خلل يفقدوا عملهم او يصير معهم مشاكل بسبب عدم التركيز يعني بمعنى اخر بدك تمشي امورك بشكل روتيني موليد برج السرطان هنا التركيز بصير للي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة اللي بتعاملوا بالمطاعم بتعاملوا بالفنادق بتعاملوا بالسجون بيشتغلوا بالمؤسسات الكبيرة اي شيء له علاقة اي شخص من موليد برج السرطان بتعامل مع المؤسسات الكبيرة زي مستشفيات ومطاعم وسجون وهي هذولا بدهم ينتبهوا واللي بيشتغلوا مع الشركات الكبيرة بدهم ينتبهوا على عملهم من المخالفات أو من أنه يتقاعها سواء عملهم أو خلاف ما بينهم وبين المسؤولين برج الأسد هنا بدهم يديروا بالهم من النشاطات الإجتماعية الخلافات ما بينهم وبين اللي بيجتمعوا معاهم أو العلاقات الإجتماعية بالزيارات علاقاتهم مع الأصدقاء فرض السيطرة على الأصدقاء محاولة التحكم بالأصدقاء أو بالمدعوين هاي الأشياء بتكتبعدوا عنها نهائيا لأنه برضو من خلالها بصير مشاكل موليد برج العذراء بدهم هنا تركيزهم على الأمور الإجتماعية والعلاقات مع المسؤولين أي شيء له علاقة بالوضع الإجتماعي أو المركز الإجتماعي أو الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم كبرستيج إجتماعي إعلاقتكم مع المسؤولين بالعمل مسؤولين بالشركات أو بالدوائر الحكومية بتكونوا تنتبهوا منها برضو بشكل كبير وتكونوا حاذرين أثناء التعامل معهم موليد برج الميزان بتركز على السفر اللي بعيد اللي بده يسافر سفر بعيد بالطيارة بالبر اللي بده ينتبه أثناء قيادة السيارة بده يتفقد أوراقه يتفقد أمتعته بلاش ينسى أدويته اتصالاته بده يكون لبق ما يكونش حاد الطباع خصوصا مع أشخاص خارج البلاد اللي عندهم امتحانات جامعية برضو بدهم يركزوا الأمور القضائية إذا بده عندك قضية مثلا في هذا اليوم أو في الأيام هاي حاول أنك تأخذ كل أوراقك كل المستندات كل المطلوب منك لتكون مواضح أما بالنسبة لموليد برج العقرب فهو بركز على الأموال المشتركة ديروا بالك على أمانتكم ديروا بالك على الأموال المؤتمنين عليها ديروا بالك على أموال الزوج أو الزوجة بالفترة هاي الأمور اللي إلها علاقة بالمواريث اللي إلها علاقة بالقروض البنوك هاي كل هالأموال مشتركة اسمها يعني في إلك شريك فيها دير بالك عليها ما تنغر أنه معك مال فترح تصرف الفلوس ما تكفل حد ما تضمن حد بالفترة هاي أما بالنسبة لموليد برج القوس فهدولة بدهم يديروا بالهم على علاقتهم مع الشركاء شركاءهم في العمل وشركاءهم في العاطفة بدهم يديروا بالهم أثناء تعاملهم مع أزواجهم تحديدا لأنه هنا بالفترة هاي بتزيد الخلافات أو النقاشات أو الحوارات وممكن تطلع مشاكل من تحت الأرض تتور المشكلة أو تكبر المشكلة وما يقدروا يسيطروا عليها بشكل واضح أما بالنسبة لموليد برج الجدي فهي بتركز هنا على الصحة على الأحباء على الأولاد فعشان هيك من قلهم ديروا بالكم بعلاقاتكم بأحباءكم ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بالفترة هاي علاقاتكم مع أولادكم حاولوا ما تكونوا حادين أو أصحاب قرار حاسم أو يصير خلاف ما بينكم وبين الأبناء بالفترة هاي برضو ابعدوا عن الرهانات ابعدوا عن المراهنات ابعدوا عن المجازفات لا تعتمدوا كثير على الحض خلال فترة هذا الأسبوع أما بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بدهم يديروا بالهم لأنه بتتركز الكسوف الكامل مع الأحداث على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور البيتية أو الأمور العائلية الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات الأمور اللي إلها علاقة بالمناسبات العائلية بالأثاث بالمشتريات بالالتزامات الاجتماعية العائلية ديروا بالك بالفترة القادمة من هاي الأمور حاولوا أنه تكونوا لينين ما تختلقوا أي مشاكل أو ما تكبروا المشاكل حاولوا تبعدوا عن الخلافات والنقاشات العائلية قدر الإمكان الستات اللي بيشتغلوا في المطابخ وبيشتغلوا بالآلات الحادة ديروا بالك من الجروح أو من الإصابات لأنه شوي يعني الشغلة بحاجة لنوع من أنواع الحذر بالفترة هاي بسبب قلة التركيز خلينا نروح على توقعاتنا اليوم شايفين احنا الحلقة اليوم طويلة ماشي يعني تحملوني لأنه برضو الإشي مهم اللي احنا حاكناه بعتذر عن طول الحلقة ولكن مهم انه احنا نحكيها طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الأربعة تسعة حزيران القمر موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة حكينا سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأسحار أو الأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء أو بأي عمل جديد رح ينكت فيها طبعا القمر لغاية الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الأربعة تسعة ستة لينتقل بعديها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا احنا الآن في فترة خلوه المسار يعني موعد بث الحلقة هاي فترة خلوه المسار خلوه المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وزي ما حكينا أنه فترة خلوه المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار طبعا بالنسبة للقمر بما أنه رح يدخل الجوزاء ويبلش يشكل أول زويا ساعة ستة وسبعة واربعين دقيقة مساء طبعا على طول تأثيرات يعني من هاي الليلة أو موعد بث الحلقة بيصير التأثير يختلف تماما اللي هو من مساء يوم الثلاثاء إنه في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد فما بالكم مع الكسوف وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وهم بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تصير ما بعد خلو المسار في زاوية ذكرناها يوم أمس هي زاوية التربيع السلبية لأنها راح تصير خلال الليلة مع الانتقال زاوية تربيع السلبية بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بالفترة هاي كالنصابين والمحتالين أو الأشخاص اللي بحاولوا بدهم يستغلوا أشخاص اللي يأخذوا منهم فلوس مثلا أو أشياء من ممتلكاتهم أما بالنسبة للزاوية الثانية والأخيرة اليوم ما في زواياهن وزاويتين هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة التسعة وثلاث واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الأربعاء بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية طبعا القمر بما أنه راح يكون في الجوزاء معناته قلو المسار القادم راح يكون يوم الخميس عشرة ستة له نفس اليوم اللي راح يكون في الكسوف راح يبدأ طبعا في تمام الساعة خمسة وسبع وثلاثين دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو ليوم الجمعة يعني من يوم الخميس ليوم الجمعة في عنا قلو مسار اللي هو يوم الجمعة احداعش ستة طبعا راح يظل خلو المسار للساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لا برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال تقريبا آخر يوم عمر ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة واحدة واربعين دقيقة صباحا بيصبح تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ثلاثة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة هي سعيدة بنسبة ستين في المية ولكن مع المساء بتكون وصلة السعادة لمية في المية يعني متصاعدة من الآن ستين في المية لا مساء يوم الأربعة بيصير مية في المية أما بالنسبة للقمر في الجوزاء حتى يوم 11 ستة اليوم يعني الآن هي سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية ولكن من ساعات الظهور بتبلش ترتفع نسبة السعادة حتى تصل لسبعين في المية أما بالنسبة للعطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 22 ستة اليوم نزلت ضغط الانتحاسة تبعته لخمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيدة بنسبة ستين في المية المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة طبعا سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية بتبلش حتى تعطي الآثار السلبية لأنه بلش بمراحل تأثيرات الانتقال المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية ورنص في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات حاول أنك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وعن قضيتك ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع زي ما حكينا أنه الأجواء ضاغطة فعشان هيك بتكون عصب المزاج ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال عندك حاول أنك تباكر لعملك ما تعرض نفسك للإرهاق اليوم تتميز بالنشاط العالي والديناماكي ممكن تسمع جواب ممكن أنه ما بيعجبك أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بتنهمك اليوم في ضبط ميزانيتكم أهم إشي أنك تتجنبوا الإنفاق أو النفقات اليوم بتهتموا لوضعكم المالية ممكن تخذ تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم إشي أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك وخصوصا المالي حاول أنك هيك تأخذ نفس وتعد للعشرة قبل ما تتصرف بأي شيء له علاقة بالأمور المالية حتى تتوضح لك الأمور ما تبالغ بمصاريفك وبرضو احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي وحاول أنك ما تكفى الحد بالفترة برج الجوزة طبعا طاقتكم عالية جدا اليوم بتبلش تشعر فيها من ساعات الصباح وبصير عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر عندك المشاريع اليوم وممكن تختلط حتى الواجبات من كثرتها حاول أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وهولوياتك اليوم باستطعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير إذا ركزت بشكل جيد وما تسرعت وما عصبت مرج السرطان طبعا بنا للتعب منكم لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكون تحطوا أو تضعوا سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بالفترة هاي القمر طبعا في مكانه مع الكسوف مع انتقال المريخ بشير لنوع من أنواع الركود وتأخير في سير الأمور حاذروا من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء ما تختلق الأعذار حاول أنك ما تهرب من المسئوليات والمهمات اللي بتكون مطلوبة منك برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء بالفترة هاي بشكل واضح كمان بصير هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم لإلك أهم مش انك ما تبقى وحيد حاول انك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات الفترة هاي بتستعيد حماستك وحيويتك بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة خلال يوم هاد أو يكون في مناسبة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلتقي بعض الأصدقاء برج العذرة حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم بالفترة هاي ممكن يكون نوع من أنواع المفاجأة إلك أهم شيء أنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا إذا استغليت الفرص منها وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت برضو جاهز لا إلها برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو لمقابلة بده يستعد اليوم بشكل جيد هاي فترة إحنا بنعتبرها حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج مثلا أو من اتصال أو من جهة غريبة أو من شخص بدرس خارج البلاد أو أي شيء له علاقة بالسفر حاول تسهيل أمورك اليوم ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو لجمعية برج العطرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وأهم شيء أنك ما تسمح لأي أحد بالتشكيك بقدراتك حاول أنك ما تكون جارح الكلام وبرضو فاوض بهدوء ودبلوماسية كن حريص على حقوقك ممكن الأجواء تتحسن شوي عن الفترة الماضية وممكن تتحصل على فرصة مناسبة لتبرير أخطائك أو للمصالحات بالفترة هاي ولكن أهم شيء أنك تنتبه على الأمور المالية برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة يعني بكون فيها نوع من أنواع الصعوبة ابتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإجابيات بالفترة هاي ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات طبعا لأن القمر صار موجود مقابلك تماما فهذا بيسحب من طاقتك أو بيخلي طاقتك ضعيفة فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وتراقب وضعك الصحي بشكل جيد وابعد عن القلافات العائلية برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وبتكن تنتبهوا لصحتكم حاضروا من تراجع صحي وما تسمح للواجبات لا بالتزام ولا بالتراكم حاول أنك تكون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت وتجنب إثارة العدوات وحاول أنك ما تهم الوضعك الصحي وخذ قسط كافي من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن بالفترة لأنه في قابلية أنك تتسرع في بعض الأمور برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا الفترة هاي بتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا طبعا الأجواء رح تصبح أكثر سهولة اليوم ممكن تظهر لك لقاءات طارية مع الإخوة أهم شيء أنك تقدم لهم المساعدة والدعم اللازم هاي فترة ناجحة ومطمنة الحظوض شوي بتلعب دور ولكن بسبب الكسوف بنقول لك دير بالك ما تراهن كثير على الحظوض برج الحود بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير أهم شيء أنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كمان هاي الفترة مناسبة للارتباط ومناسبة للارتباطات الاجتماعية والعائلية ممكن تشعر ببعض الانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو عائلية بالفترة هاي بدها هدوء وأخذ نفس عميق في بالإصدار القرارات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر